السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اخواني الكرام ان شاء الله تكونوا بخير وسلامة اخواني اه طبعا هذا المحرك يعني انتو تعودتوا عليه صورة انا اصور عليه اكثر من فيديو على نفس المحرك لكن سبحان الله يعني بيبين لي موضيع جديدة ومهمة اه فحب اني اصور عليه اه اخواني على اساس انه انت اه يعني تعمل فورما نتكلم عن قياس الفورما وعلى شكل اللف انه يطلع جميل وممتاز حتى لو ما عندك قوالب تكفي لكل المحركات يعني مثلا انا عندي اه قلبين فقط قالب للمحركات الكبيرة وقالب للمحركات يعني الصغيرة والمتوسطة انا بستخدمه وطبعا هذا القالب اللي بستخدمه لل يعني المحركات المتوسطة والصغيرة اه انا بقدر اشتغل عليه اه تقريبا كل المحركات تقريبا كل المحركات بهاي القدرات طبعا بطريقة بسيطة وبطريقة اه سهلة ما في اي مشاكل فيها الان لاحظوا اه شكل الملف يعني الشكل ما شاء الله مرتب اه الملفات اه يعني نازلة فوق بعضها بشكل جيد متراص ما في اي اه يعني ما في ملف اكبر من ملف ولا في ملف اصغر من ملف بالعكس حجمه ممتاز وهي من الجهة الثانية طبعا طيب الان انا ما عندي قالب يا اخوان يعني 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 يعمل لي هذا الشيء اه هاي المحركات القطبين السريعة اه خاصة بتحتاج انه الملفات تكونوا سيعة على بعضها كبيرة على بعضها يعني اه يكون في مسافة بينهم على اساس انه الملف بيجي عريض كثير لما نكون كل ما تكبر الخطوة كل ما صار الملف اه اعرض فبيحتاج مسافة اكبر في القالب على اساس انه يجي راكب فوق الملف اللي قبله ويطلع معانا شكله اه جميل اه وممتاز طيب الحل اه اذا بدك تشتر على نفس القالب الحل يا اخوان حل بسيط جدا يعني اه انا بعمله عندي بجيب ماكرونة اه سميكة اه عشرة ميلي اتناشر ميلي ايش مكان وبوضع اه مكان الملف الاكبر بحطها مكان الملف الاكبر على اساس انه لما انا انا الف الملف الان هذا يجي فوق الماكرونة فبالتالي بيصير حجمه اكبر من حجم الملف اللي قبله بتمنى تكونوا فهمتوا علي الان انا بورجيكم اه مثلا عندي انا هذا هو القالب الان انا بس خلوني اثبت الكاميرا على اساس اني اورجيكم كيف باعمل الماكرونة طبعا الان بدفكها هذا الملف هاي المجموعة الثانية لنفس المحرك طبعا راح افكها انا اورجيكم كيف بطلع حجم الملفات على بعض بشكل ممتاز زي ما انتو شايفين ما في اي مشاكل الان الطريقة اه كالتالي الان القالب زي ما انتو شايفين مصمم انه مسافة لكل ملف اكبر من الثانية الان هاي المسافة ما بتكفي للمحركات خاصة بقطبين عندي الحل اني بوضع ماكرونة زي ما انتو شايفين بلف عليها لاسق ماكرونة يعني ماكرونة زي هاي ماكرونة تكون سميكة شوي او ماكرونة زي هاي تكون سميكة شوي وبوضع بحجم مسافة الملف بوضع واحدة او ثنتين على حسب الحجم اللي بدية طبعا اه الملف الاول بيجي في هاي المنطقة ما منحط الاول بيجي سميكة هذا الملف الاول بجي. الدنيا ندخل اللي بدية حجمه ملجعة البدء بتحتاج مع كوروناة واحدة من الجهة القريبة وبحتاج مثلا مع كوروناة من الجهة المقابل اليها الان الاكبر تحتاج مع كوروناتين من هذهه الجهة ومع كورينتين من الجهه المقابل اليها الاكبر سميكة ثلاث مع كورونات من هذه القريبة communication machinexxed شايفين انا عامل هون على الجهتين. طبعا انت رح يصير عندك تقدير ورح يصير عندك بالخبرة مع الوقت انك تقدر وتعرف قديش او كم ماكرونة بتحتاج انك تضع على اساس انه الملفات تصير عندك حجمها مناسب وتطلع معاك الملفات زي ما انتم شايفين بهذا الشكل حجمها ممتاز ويطلع معاك اللف زي ما حكينا شكل مرتب زي ما انتم شايفين هون بالملف وهيك بيطلع معاك حجم يعني الملف بالكامل وبعد ما تلفه وتلفه في تقويم بيطلع معاك حجمه ممتاز من ناحية الجسم من برة ما بيكون خارج كثير وما بتحتاج تحط لاصق او تحط ورق او تحط كذا على اساس انك تعزله من ما يضرب بالشاصي او شيء من هذا القبيل هاي هي يا اخواني يعني الموضوع بسيط انا بقالب واحد بفضل الله باشتغل محركات يعني قدرات كثيرة على نفس القالب هذا على نفس هذا القالب باشتغل كثير محركات ما بوقف فانت اذا بدك توقف وبدك تحكي بدك تجيب قالب لكل محرك ما بنفع هذا الكلام بدك تمشي نفسك باللي عندك وزي ما حكيت لكم بس لكن كبر انت حط مع كورونا بزيادة على الملف الاكبر على اساس ان يصير حجمه اكبر وبطلع معاكم روكب زي ما انتم شايفين بهذا الشكل الجميل هاي هي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي ما بوصيكم دايما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة